افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية ومعالي السيد إحسان عبد الجبار اسماعيل وزير النفط بجمهورية العراق الشقيقة كما حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في الشركات النفطية المحلية والإقليمية والعالمية من خمس وعشرين دولة لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأسواق النفط والغاز العالمية وثمن معالي وزير النفط عاليا ما توليه حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومساندة مستمرة في مختلف الأنشطة والفعاليات النفطية المتخصصة في مملكة البحرين التي تعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية مؤكدا أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهدا في الارتقاء به وجعله مواكبا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مردوداته لصالح الاقتصاد الوطني وأضف معالي وزير النفط أن الوزارة والشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز تسعى دائما بكل طاقتها البشرية للعمل الجاد والحثيث نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة وذلك من خلال تأسيس العديد من المشاريع التطويرية على جميع الأصعدة وأشار معاليه لأهم المشاريع الحيوية في مملكة البحرين والتي من ضمنها مشروع تحديث مصفات البحرين والمزمع الانتهاء منه في عام 2023 بالإضافة إلى المشاريع التطويرية وتطرق معالي الوزير في كلمته الافتتاحية إلى أهمية العمل العالمي المشترك في المشاريع البيئية الرامية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي أعلنت مملكة البحرين انضمامها إلى هذه المبادرات للوصول إلى الحياة الصفري بحلول عام 2060 أما على الصعيد العالمي تطرق معاليه إلى أن أسواق النفط غير مستقرة بسبب ما يمر به العالم من تغيرات وتحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إثر الأزمة الأوكرانية وبعدها تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية مؤكدا سموه أهمية تعزيز بفاهيم الاستثمار في قطاع الطاقة لما له من مردود كبير على تطوير القطاع النفطي وبين معالي السيد إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط بجمهورية العراق أن العراق يتجه بطريق التعافي وسد الفجوة التي أحدثتها الأعمال الإرهابية التي تسببت بتدمير بعض المنشآت النفطية مما ساهم في تدهور الاقتصاد العراقي حدث عالمي يشارك فيه نخبة من صناع السياسات وتجار النفط العالميين وخبراء الطاقة والمحللين والمنظمات الرائدة في قطاع الطاقة من 25 دولة اجتمعوا في مؤتمر الشرق الأوسط الـ 29 للبترول والذي يقام على مدار يومين في المنامة طبعا المؤتمر الـ MPGC اليوم تكلم عن الوضع الراهن في أسواق الطاقة العالمية الارتفاع الأسعار هو سيد المشهد وهذا الارتفاع طبعا نتيجة انخفاض طال سبع سنوات وخصوصا مع الجائحة من سمو الأمير تكلم عن التحديات الرئيسية اليوم وما هي الحلول لجلب الاستغرار لأسواق الطاقة وتحتاج إلى تعاون دولي كما حصل في 2020 حينما كان هناك هبوط حاد في الطلق والإنتاج استمر على مستواه وصار فيه انحدار غير مسبوك في أسعار النفط في الصيف من 2020 واجتمع العالم كان بقيادة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين على أن يفرضون التوازن وفعلا في اجتماع واحد هو برئاسة سمو الأمير عبد العزيز استطاعوا إرجاع التوازن في الأسواق ارتفعت الأسعار من دون العشرين دولار إلى الأربعين احنا كمنتجين وبالذات أنا والزملاء في أوبك بلوس علينا واجب أن نكون مبادرين في إطلاع الجميع على الحقائق كما هي هو نقاش قائم وتحديات موجودة لذلك تعدد المناسبات سواء الأسبوع الماضي كنا في بوظبي اليوم هنا أعتقد علينا واجب أن نكون متفاعلين وزي ما لاحظتي أنا وبعض الزملاء الشيخ محمد أخ إحسان وزير العراقي المجموعة الموجودة في هذه المناسبة وهو مجموعة محترفة مهنيين يعرفون السوق يهمنا أنه أيضا بدل ما نكون في أماكن أخرى في العالم أن نسوي هذه المناسبات هنا في بلادنا وندعو الجميع الجميع اللي يريد أن يسمعنا هذا الحدث العالمي والذي يقام في البحرين للمرة السادسة يشدد على أهمية تعزيز مفاهيم الاستثمار في قطاع الطاقة لما له من مردود كبير على تطوير القطاع النفطي لدى الدول المنتجة أهم ما تم ناقشته بالجلسة الأولى هو شنو واجبات الدول المنتجة وكيف تنظر الدول المنتجة الكبار إلى مستقبل إنتاج النفط والغاز وما هي الآثار والأسباب التي أدت إلى تأخير أو تبطيء الاستثمارات في النفط والغاز قد على الخمس سنوات أو السبع سنوات الماضية كل ذلك تم ناقشته شنو التزاماتنا إحنا كمنتجين أمام المستهلكين ما هي وجهة نظرنا في مستوى الأسعار المتحققة قياسا بالارتفاعات الكبيرة في أسعار كافة مصادر الوقود الأخرى والمعادن والمنشاءات الأخرى جلسات متنوعة مواضيع متخصصة يستعرض المتحدثون فيها السبل المثلى لمواجهة التحديات التي طالت قطاع النفط والغاز وسبل حل حالتها وتسليط الضوء على أهم تلك التحديات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي والمهم في الوقت ذاته جمع من خبراء النفط في العالم يجتمعون في البحرين ليبحثوا كافة التحديات المحطة بقطاع النفط وكيفية الحفاظ عليه خصوصاً وإن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المواضيع المتخصصة وإيجاد الحلول المنطقية لمواجهة تلك التحديات خلالي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر